سلام عليكم في سنة 2024 في 18 تغيير هيدخلوا حيز التنفيذ وهيكون لهم تأثير مباشر على حياة كل من يسكن بهولندا سواء بالإيجاب أو بالسلب ففي الفيديو ده هنشرح 18 تغيير بالتفاصيل الخاصة بهم وإمتى هيدخلوا حيز التنفيذ بالزبط فما تنساش تعمل لايك في الفيديو تعمل شير تشترك في القناة وتفعل جرس وياريت تروحوا تجيبوا وراء أو قلم عشان تكتبوا ورايا التغييرات المهمة واللي لها علاقة بجميع من يسكن في هولندا ويلا بينا على موضوع الحلقة أول تغيير معانا بيتعلق بالرواتب أي واحد فينا شغال داخل هولندا بيجي له راتب شهري أخر الشهر والراتب ده بيكون إجمالي وفي منه صافي الصافي ده اللي بيتبقلك في الأخير بعد خصم كل شيء هتلاحظ أن بداية من سنة 2024 أن الصافي الراتب الخاص بيك بدأ يزيد وهيكون بمتوسط حوالي 70 يورو ولما نقول متوسط يعني بعض الناس ممكن تلاقي أن الصافي عندها في سنة 2024 زايد عن 70 يورو وبعض الناس الأخرى ممكن يكون أقل من 70 شوية والمتوسط 70 خلينا ناخد مثال واضح قبل ما ناخد المثال لازم أذكر لك الأول إيه سبب أن انت هيتبقى عندك صافي راتب بداية من سنة 2024 أكتر من 2023 السبب هو زيادة الإعفاء الضريبي على العمالة والاقتمان الضريبي المثال اللي معانا بيقول الآتي شخص عنده إجمالي راتب 3390 يورو شهريا الصافي اللي كان بيتبقى عنده أنا معرفش الصافي كان بالضبط لأنه ده بيتعلق بحاجات كتير ولكن لنفرض هو الإجمالي 3390 والصافي اللي بيتبقى عنده دايما لحد سنة 2023 كان مثلا 2500 هيلحظ بداية من شهر 1 2024 أن الصافي ده بقى 2579 يورو 19 سنة وده مثال توضيحي طبعا كل الناس ما نقدرش نسميلهم الأمثلة الخاصة بهم لأن الموضوع ده بيتعلق بعوامل كتيرة جدا تتعلق بالشخص نفسه لازلنا مع التغيير الخاص بالأجور الحد الأدنى للأجور في هولندا حد سنة 2023 متعلق بعدد ساعات العمل اللي انت بتشتغلها ومش متعلق بأجر الساعة نفسها الحد الأدنى ده يعني أقل مبلغ مالي ممكن تكسبه مقابل كل ساعة عمل وده لحد سنة 2023 متعلق بعدد ساعات العمل وأقول لك مثال لو شخص شغال 40 ساعة أسبوعيا في الشهر الأسبوع ده 40 ساعة وربعين 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 الشخص ده في الحد الأدنى للأجور للساعة بيقبض أقل من الشخص اللي شغال 36 وما تسألنيش إزاي هي ده قوانين هولندا ولكن الموضوع ده هيتم إلغاءه في سنة 2024 ويتم تطبيق الآتي الساعة اللي تشتغل هيكون لها حد أدنى للأجور وهتزيد بنسبة 4% يعني أقل شخص هيقبض لساعة العمل في هولندا وهو لسه يبادئ الوظيفة جديد جدا 13 يورو 27 سن ناخد مثال عشان الناس تفهم أكتر واحد شغال بدوام كامل بمعنى شغال إسبوعيا 40 ساعة بالحد الأدنى للأجور في سنة 2023 الشخص ده بيتبقله صافي راتب بعد ما بيدفع كل حاجة شهريا في سنة 2023 بيتبقله صافي 1800 يورو بداية من سنة 2024 هيلاحظ الآتي 1800 اللي هما صافي راتب بسبب رافع الحد الأدنى للأجور هيلاقي عنده زيادة صافي راتب 266 يورو 75 سنت يعني بدل 1800 صافي راتب 2023 هيصبح ذلك في 2024 2000 يورو 66 و 75 سنت ودي حاجة كويسة جدا جدا عشان الناس تقدر تتغلب على التكاليف المرتفع للمعيشة باستمرار داخل هولندا وزي ما احنا متعودين في هولندا طالما الحد الأدنى للأجور وأجرة الساعة بتاعة العمل اللي ارتفعت معاها بيرتافع المعاش أو الراتب التقاعد اللي انت بتاخده بعد ما بتصل لسن السبعة وستين وده في هولندا عندنا أهم خمس سناديق للتأمين الاجتماعي اللي هي بتديك المعاش الخاص بيك بعد ما بتخلص عاما الخمس سناديق الكبرى داخل هولندا أربعة منهم هيزودوا المعاش التقاعد اللي هو الأو في وفيه صندوق واحد بس هو اللي لان يزيد المعاش التقاعد للأشخاص يلا نشوفهم مع بعض أولا الناس اللي بتاخد معاش تقاعدي من صندوق يسمى بي اف زد في الناس دي نسبة معاش التقاعد عندهم هتزيد بداية من شهر واحد الفين اربعة وعشرين أربعة فصلة تمانية في المية بمعنى كل مية يورو بياخدوها زيادة من صندوق التقاعدة أو صندوق المعاشات هيزيد عليها أربعة يورو ثمانين سن تشوف بقى وبياخد كام بياخد ألف يورو اضرب عشرة فاربعة فصلة تمانية يعني هيجله زيادة حوالي تمانية واربعين يورو صندوق المعاش التاني اسمه ABP هيزود نسبة المعاش ثلاثة في المية زي ما قلت لك في المثال السابق كل مية يورو بياخدها هيزيد عليها ثلاثة يورو يعني لو بياخد منهم ألف يورو شهريا اضرب الثلاثة في عشرة بتلاتين يبقى يزيد له كده ثلاثين ده بالنسبة للناس اللي بتاخد معاش تقاعدي من الABP طيب صندوق التقاعد الذي يسمى PMA هيزود نسبة المعاش بثلاثة فصلة ستة وعشرين في المية على كل مية يورو ثلاثة يورو ستة وعشرين سنت وفيه صندوق تقاعدي تاني او صندوق معاش تاني اسمه PMT هيزود النسبة بنسبة ثلاثة فصلة اثنين في المية على كل مية يورو ثلاثة يورو وعشرين سنت السندوق الوحيد اللي لن يزيد التقاعد معاش التقاعد هو البي بي اف وده لن يزيد النسبة وتبقى كما هي في الفين تلاتة وعشرين كما هي ستصبح وستظل آسف في الفين اربعة وعشرين طيب تعال ناخد عشان نترجم الارقام اللي ذكرناها قبل شوية والنسب المئوية ديت تعال نترجمها الارقام واموال على ارض الواقع شهريا بداية من سنة الفين اربعة وعشرين لو شخص اعزب متقاعد هيكون راتب التقاعد بتاعه بداية من شهر واحد الفين اربعة وعشرين الف خمسمية واحد واربعين يورو وثلاثة وخمسين سنت ده للغير متزوج بالنسبة للشخص المتزوج المتقاعد هياخد الف سبعة واربعين يورو وستين سنت شهريا ومما ان الحد الادنى للرواتب هيتغير فكمان الناس اللي بتاخد رواتب البطالة من البلدية اللي هم الشغال عطلة عن العمل وبياخد رواتب الرواتب ديت كمان هتزيد بما يتناسب مع الحد الادنى للاجور التغيير اللي بعد كده متعلق ببدء بناء المعاش التقاعد الناس في هولندا لما بيبدأ يشتغل فيه سن معين بداية منه بابدأ احوش كده في صندوق التأمينات الاجتماعية او المعاشات عشان لما يبلغ سن السبعة وستين ابدأ ااخد راتب وماكنش شغال السن ده لحد سنة الفين تلاتة وعشرين كنت تبدأ بناء المعاش التقاعد ده من سن الواحد وعشرين في سنة الفين وعشرين اي حد يبدأ شغل ما بين التمنتاشر سنة والواحد وعشرين سنة يقدر عاد ان هو يبدأ في بناء المعاش التقاعد الخاص بي ولا ينتظر بالضرورة لحد سن الواحد وعشرين سنة وده طبعا شيء كويس جدا لانه هيكون ليه تأثير في النهاية على المبلغ الاجمال اللي هحصل عليه بعد ما اتقاعد وبعد ما اصل لسن السبعة وستين سنة التغيير الهام اللي بعد كده هو ما يتعلق ببدل السفر اي واحد فينا شغال في مكان معين وساكن في مكان بعيد عنه بياخد بدل كل كيلو متر هو بيسفر للشغل المبلغ ده في ولندا حد الفين تلاتة وعشرين واحد وعشرين سنت كحد اقصى بداية من سنة الفين وعشرين تلاتة وعشرين سنت وما ننساش معلومة مهمة جدا جدا هنا حصلت معي انا كمان شخصيا وكنت متفاجئ منها صاحب العمل عندك الادارة بتاعة الحسابات ما بتحسبش الطريق العادي اللي انت بتاخد اللي هو اسرع طريق بتروح منه على برنامج الخرايط ولكن بياخده اللي هو الان في باي وده في الغالب بيكون اقصر من الطريق اللي انت بتاخده الطريق العادي وناخد مثال واضح انا بنتقل من بيتي في المانيا للمدرسة اللي انا شغال فيها في هولندا يوميا خمسين كيلو رايح وخمسين كيلو راجح بعد اول راتب حصلت عليه بالفعل وحصلت فيه كمان على بدل الصفر اللي هو كل كيلو متر انا سقت بالعربية عشان اروع على الشغل اتفاجئت ان فيه اجمالا في الشهر كله حوالي خمسمية وستة كيلو مش متفوعين لي كلمت ادارة شؤون العاملين اللي هما بيحسبوا الموضوع دي كلها وخصم الحسابات قال لي معلش احنا بناخد الخريطة بتاعة الان في باي واللي بتختلف تماما عن برنامج الخريطة العادي اللي كلنا بنستعمله على التليفون او في السيارة والفرق سبعة كيلو بس رايح يعني سبعة رايح وسبعة جاي اربعتاشر كيلو بيطلع اجمالا خمسمية وستة كيلو مخدتش تكلفتهم لان الطريق اللي هما بيستعملوا في الغالب لا يستعملوا اي شخص لانه طريق بطيء جدا وداخل القرى والمدن فمن الصعب ان انت تسوق براحتك خمسين كيلو للشغل بالبطء ده بسرعة ستين او تمانين كلنا طبعا عايزين نروح بسرعة كمان في معلومة مهمة جدا هنا بدل العمل من المنزل لنفرض ان انا اخترت في الشركة اللي انا شغال فيها ان انا اعمل من المنزل لازم ااخد بدل اتنين يورو وخمستاشر سنت البدل ده هيزيد عشرين سنت ويصبح اتنين يورو وخمسة وتلاتين سنت ايه هو البدل ده اساسا يعني عشان انا في البيت وانا شغال بس تعمل مكينة الاهوة بشرة بمية وما الى ذلك فكل ده بديل عن العمل في المنزل هيزيد ويصل الى اتنين يورو خمسة وتلاتين سنت بداية من سنة الفين اربعة وعشرين بنيجي للبدلات داخل هولندا او ما يسمى بالتوصلاخن او التوصلاخات لو هنجمعها بالعربي عندنا اربع بدلات رئيسية فيه تلاتة منهم هيزيدوا وهقولك باختصار هيزيدوا ازاي وفيه واحد بس لن يزيد اولا بدل رعاية الاطفال للساعة هيرتفع من تمانية يورو سبعة وتسعين سنت الى عشرة يورو وخمسة وعشرين سنت البدل التاني اللي هو هيزيد بدل الاجار هيصبح اجمالا في السنة كلها اقصى مبلغ ممكن تاخده في الاثناشر شهر خمس تلاف سبعمية تمانية وسبعين يورو اقسموا مع الاثناشر يطلع لك المبلغ اللي هيجي لك كمرتجع لدفع الاجار الشهر البدل التالي اللي هيزيد هو بدل الاطفال او راتب الاطفال او ما يسمى بالكندخبوندن بودجيت ده هيزيد ويصبح في السنة كلها سنة 2024 المبلغ اللي هيتاخده للاثناشر شهر لكل طفل 2436 يورو في تفاصيل كتيرة جدا هقولك عليها بعدين بدل الرعاية الصحية او الزرخ توصلخ هو الواحد اللي مش هيزيده وبالعكس هيقل والسبب هنا ان في سنة 2023 كانت الحكومة الهولندية بتدفع مبلغ زيادة يعني بضعة العشرات من اليوروهات 30 او 40 يورو زيادة لكل شخص بسبب التدخم ولكن المبلغ الزيادة ده اللي هو العشرات اليوروهات هيختفي في سنة 2024 وهيكون المعدل للشخص الواحد اللي بياخد زرخ توصلخ هياخد بداية من سنة 2024 123 يورو وطبعا ده بيختلف من شخص الاخر على حسب داخله ولو الناس عايزة تعرف معلومات اكتر عن المرتجعات بداية من سنة 2024 وامثلة وضيحية والمبالغ الشهرية بالضبط اد ايه على حسب عدد الاطفال اللي عندك اتفرج على الفيديو اللي قدامك ده اتكلمنا فيه بالتفصيل على كل مرتجع وضربنا امثلة بالمبالغ الشهرية والمبالغ السنوية وعدد الاطفال كمان فما تنسوش تتفرجوا على الفيديو اللي قدامكم ده عشان تعرفوا معلومات اكتر واكيد هسيب لكم الرابط الخاص به في وصف الفيديو وفي اول تعليق تقدروا تتفرجوا عليه التغيير اللي بعد كده متعلق باعانة الطفل او ما يسمى بالبايصلاخ ده اللي بندفع لكل ولد او كل طفل موجود في البيت ومتعلق بالفئة العمرية بداية من سنة 2024 كل طفل عمره من يوم الى خمس سنوات هياخد مبلغ 279 يورو 49 سنت الطفل اللي عنده من 6 سنين ل11 سنة ياخد 339 يورو 38 سنت والطفل اللي عنده من 12 ل 17 سنة 399 يورو 27 سنت وما تنسوش معلومة مهمة جدا هنا المبالغ دي هتشوفوها عندكم في الحسابات البنكية الخاصة بيكم بداية من يوم 1-4-2024 عشان الناس بس ما تستعجلش وتقولك انا ما جاليش حاجة ده هيجيلك بعد اول ربع من سنة 2024 يوم 1-4-2024 بحسب سن طفلك تقدر تشوف المبالغ ديت مع اختلافها ومع اختلاف المرحلة العمرية على الحساب البنكي الخاص بيك في هولندا الناس تقدر تهادي بعضيها بالاموال دون دفع اي ضرائب ولكن الاموال ديت ليها حد او سقف معين ان زادت عنه بتدفع انت ضرائب او بتدفع انت ضرائب ناخد الاول المتعلق بالاقارب اللي هما الدرجة الاولى اولادي انا عايز ادي ابني او بنت مبلغ مالي سنويا لحد سنة 2023 المبلغ ده 6035 يورو 6035 يورو احاولهم سنويا لا ادفع لهم اي مبلغ ضريبي لابني او لبنتي بداية من سنة 2024 تم رفع المبلغ ده ل6633 يورو ولا ادفع لهم ضرائب وزي ما قلتلك تقدر تحولهم كل سنة لابنك او بنتك بشكل مباشر بدون اي ضغط او اي مشاكل ولن تدفع لهم اي ضرائي طيب لنفرض ان الشخص لنا ههديه اموال ده شخص ليس بينه وبينه اي صلة قرابة هو صديق المبلغ مش هيكون 6000 زي ما قلنا قبل شوية ولكن لحد سنة 2023 كان المبلغ ده 2418 يورو ولو زاد عن ال 2418 تدفع عليه ضرائب في سنة 2024 يصبح المبلغ ده 2658 يورو تدفعهم لواحد صاحبك او لصديق ليك تدفعهم له سنويا دون دفع اي ضرائب ولو زاد على كده تدفع عليه ضرائب النقطة الاهم هنا هو المبلغ 30000 يورو في هولندا ممكن تهدي ابنك او بنتك او حفيدك او حفيدتك مبلغ مرة واحدة في العمر بيصل ل30000 يورو لنفرض على سبيل المثال حفيدك هيبني بيت في هولندا وانت عايز تساعده تقدر تديله 30000 يورو وبيكونوا مع فيه من الضرائب وما حدش بتكلم معاه القانون لحد سنة 2023 كان بيسمح للاجداد الجد والجدة يهدو الحفيد الموضوع ده هيتلغي في سنة 2024 فقط للمبلغ اللي هو 30000 يورو ويبقى للأب والأم الأب والأم يقدروا ان هما يتفعوا لبنتهم او ابنهم 30000 يورو مرة واحدة في العمر وما تنساش في السنة اللي هيتفعوا لك فيها 30000 يورو دول ما يقدرواش يتفعوا لك المبلغ الاهداء السنوي اللي هو 6633 يورو ولكن بعد ما يتفعوا لك 30000 اللي يلمع فيه من الضرائب اللي هي مرة واحدة في العمر عشان هتبني بيت بعدها بسنة يقدروا يواصلوا دفع المبلغ اللي هو 6633 يورو سنويا وبيكونوا برضو معفيين من الضرائب في سنة 2023 صدرت نصيحة حكومية لجميع المدارس داخل هولندا ببدء اتخاذ إبراءات لتحريم استعمال الهواتف الزكية داخل الفصول الدراسية كل مدارسة بتختار الطريقة اللي تنفس بيها مفيش طريقة معينة وزي ما قلنا دي نصيحة غير الزميل المدارس ولكن عن رغم من ذلك بدأنا نشوف مدارس تتخذ إجراءات لتنفيذ النصيحة بداية من سنة 2024 وناخد أمثلة زي ما قلت لك كل مدارسة تنفيذها بطريقة اللي أعيزها في مدارسة واحدة لها مواقع في كذا مدن مختلفة كل موقع قرر الطريقة بتاعته هيحرم التليفون إزاي وناخد أول مثال في مدارسة أحد المدارس في أحد المدن قالت إن هي تمنع الأطفال من استعمال الهواتف أو استحاب الهواتف معهم إلى داخل الفصول الدراسية ويحطوه تحت في الخزانة الخاصة به كل ولد وطالب وطالبة داخل المدارسة ليه خزانة خاصة به بيحطوا فيها التليفون الخاص به وبيسيبوا هناك يطلع على الفصل الدراسي المدارسة اللي أنا بتكلم عليها ديك قالت لك يسمح لهم فقط في الاستراحة أو الفرصة زي ما بيقول بعض الإخوة العرب الفرصة اللي هما بيخدوها والاستراحة بيروح وياخدوا التليفون يستعملوا ويرجعوا تاني أفرض إن فيه طفل خالف التعليمات ديك ده بحسب المدارسة اللي أنا بتكلم عليها ديك بيقولك إن هو يحرم من الهاتف خمس أيام متواصلة طب هيحرم منه إزاي كل يوم صباحا يدخل المدارسة يسلم التليفون في مكتب الاستعلامات أو في الريسبشن ويستلموا آخر اليوم الدراسي سواء اليوم الدراسي ده بيخلص الساعة 3 العصر أو بيخلص ساعة 2 الظهر أو 4 العصر مش يشوف تليفونه خمس أيام متوالية بيبدأ من اليوم اللي هو ارتكب فيه المخالفة ونعد خمس أيام وبعدها يرجع إن هو يحطه في الخزانة ويطلع على الفصل نفس المدرسة اللي اتكلمنا عليها ديك ولكن في مدينة أخرى نفزت التعليمات بشكل أخر وبتقولك كلقات مفيش حاجة اسمها يحطه في الخزانة الصبح يسلمه أخر النهار أخر اليوم الدراسي يستلمه ولذلك نصيحة لكل الآباء خدوا بالكم من أولادكم مش دايما يكون فيه تحامل من قبل المدرسين على الأولاد لازم نركز مع أولادنا وأنا بسمع من أولاد كتير في المدرسة إن هو أو هي نامت الساعة 2 و 3 بالليل فبقوله هل أبوك أو أمك كانوا عارفين إن انت نمت متأخر أو كده بقول لا أنا بكون مخب التليفون الخاص بيا في غرفة النوم وبقعد ألعب به وهم مفكرين تحت إن أنا نمت خلاص فنركز مع الأولاد وده عشان مصلحتهم لما الولد يجي على المدرسة أو البنت يجي على المدرسة وينايمة ساعتين أو 3 شيء خطر جدا مش هيستفيدوا أي حاجة وهيكونوا طوله اليوم نايمين وهيضوا انطباع كمان للمدرس إن ده طفل غير ملتازم فياريت نركز مع الأولاد وبيزداد في موضوع التليفون لأنه إدمان بلا حدود المبلغ الأساسي اللي بيدفعوا الناس كلهم داخل هولندا للتأمين الصحي المبلغ ده هيزيد بداية من سنة 2024 وعشان نسهل الأمور على الناس 90% من اللي ساكنين في هولندا مؤمن عليهم عند أربع أكبر شركات وما تنساش إن كل شركة كبرى عندها شركات ابن صورة بصوا على الصورة اللي قدامك ديها هتشوف على اليمين المبلغ هيصبح قد إيه بداية من سنة 2024 هتشوفه على يمين الصورة وعلى شمال الصورة اسم الشركة زي ما انت شايف فوق خالص شركة ناتورا هتصبح 145 يورو و45 سنت بداية من 2024 وهكذا لحد آخر شركة تحت 161 يورو و75 سنت وما تنساش على أقصى الشمال خالص دي الشركة الأم اللي بتمتلك الشركات ديها كلها بالنسبة للإيجار داخل هولندا نوعين النوع الإيجار الخاص ونوع الإيجار الاجتماعي السكن الاجتماعي ناخد الإيجار الخاص هيزيد بنسبة 5.5% بداية من سنة 2024 بالنسبة للسكن الاجتماعي لن يتم تطبيق أي زيادة مع بداية السنة ولكن تحديدا من يوم 1-7-2024 والزيادة ديها تكون قد ايه؟ ما نعرفش الخمسة فاصلة خمسة في المية للقطاع الخاص فقط إيجار القطاع الخاص ولكن بالنسبة للسكن الاجتماعي لم تتضح بعد وسيتم الإعلان عنها فيما بعد بنيجي هنا للفواتير الخاصة بالطاقة بداية من سنة 2024 في زيادة على الضرائب المدفوعة على فواتير الطاقة وده بتقدر بحوالي 13 يورو يعني انت لو بتدفع للكهربا والغاز مثلا 200 يورو هيصبحه 213 يورو وده المتوسط متوسط الزيادة في سنة 2024 ده نوع الزيادة الأولى على الفواتير النوع الثاني يوم 19-9-2022 كان يوم الموازنة في هولندا أعلنت فيه الحكومة الهولندية اللي هي سقطت حاليا إن هيكون فيه ما يسمى بالسعر أو السقف الحد الأقصى لسعر الطاقة زي إن متر المكعب الغاز سعره لحد النهاردة في سنة 2023 يورو 45 سنت وما ينفعش الشركات في هولندا بحسب قرار يوم الموازنة في سنة 2022 إن هي تزود السعر عن يورو 45 سنت أو تزود هامش الربح عما هو معتاد عليه ولكن للأسف السعر الأقصى للطاقة ده يسقط ببداية سنة 2024 وده معناته أن احنا هنرجع لمتر المكعب الغاز لتنين يورو للمتر وثلاثة يورو والأسعار الطبيعية والحد الأقصى ده هيذهب مع الرياح ما تنساش كمان إن ما يسمى بمبلغ الإنرجية توصلة اللي كانت الحكومة قررته في سنة 2022 كان صالح بس لحد سنة 2023 وده كان حد أقصى 1300 يورو للمنزل الواحد ده كمان مش موجود في سنة 2024 وده من ضمن الحاجات اللي الناس ما تكلمتش عليها البرامج الانتخابة ما تكلمتش عليها بالتفصيل هيعملوا فيها إيه ما فيش إنرجية توصلة مبلغ مع دعم الطاقة في 2024 كمان ما فيش سقف أقصى لأسعار الطاقة زي الغاز اللي تكلمنا عليه في 2024 كمان الضرائب على فواتير الغاز هتزيد ثلاث يعني مشاكل كبرى بتواجه كل شخص ساكن في هولندا على الفاتورة الخاصة بالكهرباء والغاز إيه اللي هتعملوا الحكومة القادمة إن تم تشكيلها اكتبونا في التعليقات إيه هو أو إيه هي أمنياتكم من الحكومة القادمة فيما يتعلق بموضوع الطاقة وقبل ما ننسى هنا بما إن إحنا قلنا إن السعر الأقصى للطاقة وموضوع الإنرجية توصلة هيتم حسفه بداية من سنة 2024 إلى إن في مبلغ 70 مليون يورو تم رصدهم من قبل الحكومة للأشخاص فقط خلي بالك هنا في شروط كترة جدا ولكن الشرط الأساسي للحصول على دعم لفاتورة الطاقة في سنة 2024 هو إن يكون فاتورة الطاقة بتأخذ جزء كبير من داخلك الشهر اللي نفرض واحد عنده فاتورة الكهرباء والغاز بسبب العازل السيء في منزله بتصل الـ 600 يورو وهو راتب الصف بتاعه مثلا 1500 يورو أو 1400 يورو أو 1600 يورو في شروط تانية بجانب الشرط ده ممكن يقدم على الموقع اللي قدامكم ده وياخد من السبعين مليون يورو اللي الحكومة رصدهم في أحد الصناديق لدفع فواتير الطاقة الخاصة به سواء كانت كهرباء أو غاز تقدروا تقدموا عليها في الموقع اللي انتوا شايفينه قدامكم ده الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو وترك تعليق كل دي حاجات أضف إلى ذلك كمان مشاركة الفيديو رابط الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك زي الواتس أب وغيره كل دي حاجات بتساعدنا على الوصول لأكبر عدد من المهتمين بأخبار هولندا على اليوتيوب والفيسبوك فما تنسوش تدعمونا في سنة 2022 الحكومة الهولندية كانت قررت يتم حسف الضريبة اللي بتدفع على كل لتر بنزين الطاقة في هولندا لحد شهر سبعة الفين تنتين وعشرين كان رخيص جدا سعر اللتر البنزين والديزل ولكن كانت الحكومة برضو قررت في سنة 2022 إن المبلغ الضريبة الأضافية اللي هي على كل اللتر بنزين ده يرجع بشكل نصفي نص المبلغ الضريبة المضافة ده رجع يوم واحد سبعة الفين تنتين وعشرين ولذلك بدأنا نشوف إن اللتر الديزل بيورو خمسة وستين ويورو سبعين سنت ولتر البنزين بيصل تقريبا لتنين يورو والمفروض إن النص التاني من الضريبة على كل لتر ترجع بحلول سنة الفين اربعة وعشرين يوم واحد واحد ولكن البرلمان الهولندي بعد سقوط الحكومة قرر الغاء الزيادة ده وده معناته إن انت سعر اللتر البنزين والديزل هيفضل زي ما هو لحد سنة الفين خمسة وعشرين كما قرر البرلمان الهولندي بعد سقوط الحكومة وده طبعا خبر كويس جدا إلا أسعار تبقى زي ما هي لتر ديزل يورو خمسة وستين سنت يورو واربعة وستين سنت يورو سبعين سنت في بعض الحالات وحوالي اتنين يورو للبنزين بنيجي هنا للغرامات المرورية وكان معتاد يعني دايما هولندا بتزود الغرامات المرورية في بداية كل سنة ونشوف أهم وأشهر الغرامات الأول وبعد كده هندخل على غرامات السرعة زي عدم ارتداء الحزام هيصبح في سنة الفين وربعة وعشرين مية وتمانين يورو ماسك التليفون في إيدك إذا تم استعمال الهاتف أثناء القيادة لو أنت بتقود على الناحية أو الحارة اليسرى من الطريق بدون أي سبب أو داعي ميتين وسبعين يورو اللي هيتجاوز أي سيارة من ناحية اليمين تلتمية يورو القيادة أثناء الإشارة الحمراء تلتمية يورو استعمال الأصوات أو استعمال الزمور أو اللي هو الكالكس زي ما بيقوله في مصر بدون أي داعي تلتمية يورو ركن السيارة بشكل خاطئ مئة وعشرين يورو ركن السيارة في الأماكن المخصصة لزوء الاحتياجات الخاصة تلتمية وسبعين يورو إذا كان رقم السيارة الخاص بك أو علامة السيارة الخاصة بك غير واضحة سيصبح ذلك في سنة 2024 مية وتمانين يورو قيادة السيارة بدون إجراء الفحص الذي يسمى الـ APK مية وتمانين يورو بالنسبة للغرامات المتعلقة بزيادة السرعة لنفرض أن أنت المفروض تمشي بسرعة معينة وزودت عن السرعة دي سعر الغرامة بيختلف حسب عدد الكيلوهات أنت مزود كم كيلو متر عن السرعة الأساسية المسموح بها وإنت سايق فين؟ هل أنت سايق في منطقة سكنية أو خارج المنطقة السكنية أو على الطريق السريع؟ الجدول اللي قدامكم الأول ده بيتعلق بعدد الكيلوهات على يسار الجدول والمبلغ اللي أنت هتدفعه للكيلوهات الزائدة إذا كنت تقود في المناطق السكنية طيب لنفرض أننا ماشي في مناطق غير سكنية خارج المنطقة السكنية هتلاقي في الجدول اللي قدامك ده أسعار الغرامات بداية من سنة 2024 على اليسار عدد الكيلوهات الزيادة وعلى اليمين تكلفة الكيلوهات ديات زي ما قلنا خارج المناطق السكنية بنروح هنا على الطريق السريع الجدول اللي قدامك ده بيوضح لك اليسار عدد الكيلوهات واليمين سعر الغرامة طيب بنيجي هنا للمشروبات الغذية أي مشروبات ملهاش أي علاقة بالالكوحل أو الخمور أو البيرة سعرها هيزيد زي بقى أفكر في العصاير والكلام ده بينطبق على العصاير وأي حاجة إلا المياه المعدنية الضريبة اللي بتضاف على كل لتر من المشروبات اللي احنا بنتكلم عليها ديات اللي هي الغير كحولية الضريبة الخاصة بها لحد سنة 2023 تسعة سنت هتصبح من السنة اللي جاية ستة وعشرين سنت ولذلك انت لو بتحب مشروب معين من المشروبات الغذية ديات تقدر تشتريه في الأيام المتبقية في سنة 2023 لأنه هيزيد بشكل عالي جدا في سنة 2024 بالنسبة للطابع الباردية هتزيد بحوالي تمانية سنت من يورو وواحد سنت ليورو تسعة سنت كمان إرسال بريد من داخل هولندا إلى خارج هولندا هيزيد برضو ويصبح وبالنسبة للصفر بالطائرة من داخل هولندا إلى خارجها لو هتشتري أي تزاكر الضريبة المقررة على تزاكر الطيران في هولندا لحد سنة 2023 ستة وعشرين يورو تلاتة واربعين سنت تصبح بداية من سنة 2024 تسعة وعشرين يورو وخمسة سن بالنسبة هنا للقروض الدراسية الطلاب في هولندا بيأخذوا قروض دراسية ويقوموا بسدادها بعد الانتهاء من الدراسة والديون ديت أو القروض ديت هتصبح عليها الفائدة بداية من سنة 2024 إلى 2.56% التغيير الأخير اللي معانا لسنة 2024 داخل هولندا بيتعلق بعقود الإيجار المؤقتة القانون ده كان دخل حيز التنفيذ سنة 2016 والهدف الأساسي من وراه أن الحكومة الهولندية كانت عايزة توفر منازل أكتر للإيجار للقضاء ولو جزئيا على نسبة عجز أو النقص في المنازل المتاحة للإيجار ولكن تبين فيما بعد أن أصحاب المنازل اللي بيأجروها بشكل مؤقت بناء على قانون سنة 2016 بيسيقوا استخدام القانون ده وبيعملوا لقاتي يأجروا للبيت بعقد إيجار مؤقت لمدة سنتين وبعد السنتين يقولوا لي تدفع الضعف مثلا يتطلع بره غصب عني يطلع بره يدفع الضعف ففيه سوء استخدام القانون الحكومة هتلغي القانون ده وفق عليه البرلمان الهولندا في شهر 5-2023 ووفق عليه مجلس الشيخ الهولندا في شهر 12-2023 ويدخل حيز التنفيذ إما يوم 1-4-2024 أو 1-5-2024 ولن يسمح بعقود الإيجار المؤقتة داخل هولندا مرة أخرى إلا في سبع حالات السبع حالات شرحهم لك بالتفصيل في الفيديو اللي قدامك ده هتلاقي الرابط الخاص به في أول تعليق وهتلاقي الرابط الخاص به كمان في وصف الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو تعمل شير تشترك في القناة وتفعل درس وانتظرونا في فيديوهات تانية جاية سلام عليكم اشترك في القناة